خلينا نروح دلوقتي معلش نتابع برضو آخر المستجدات والتدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم ومراسلنا مرة تانية معنا فاروق صلاح فاروق بنرحب بك مرة تانية وإحنا كنا معاك في أول الحلقة بس أكيد في تطورات حصلت خلينا نعرف منك بالزبط إيه الأجواء عندك وإيه آخر الأخبار تفضل يا فاروق طبعا من جديد كل التحية لك نهواند كل التحية للزبيل العزيز الكريم وطبعا ببارك لكابتن إسلام حسن على بطولة كأس مصر لكرة تلياد زي ما انفرضنا نهواند واتكلمنا على عودة ياسر إبراهيم ومحمد هاني بالفعل مستر بيتسو مسماني أعلن قائمة النادي الأهلي لمباراة المصري القائمة بتضم في حرصة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير خط الدفاع رامي ربيعة سعد سمير ياسر إبراهيم محمد هاني أحمد نبيل كوكا خط الوسط أكرم متوفيق عمر السلية أليو ديانج ناصر ماهر ومحمد مجدي أفشا خط الهجوم محمود عبد المنع المكهربة وليد سليمان طاهر محمد طاهر حسين الشحات محمد شريف مروان محسن وصلاح محسن طبعا خرج من القيمة قيمة المباراة الأخيرة طبعا ليكت مباراة إن بي خرج وولتر بواليا ومحمد حسين ميدو اللي شاف الجاز الفن هو يفضل أنه يريحهم مع عودة محمد هاني وياسر إبراهيم دي كانت كل الكواليس كل الأخبار الخاصة بمران نادرالي في الوقت ده اتحرك فريق نادرالي بالفعل يعني هوند إلى الأسكندرية إن شاء الله كل التوفيق لفريق نادرالي في مواجهة فريق المصري حلو جدا وكويس انت أطلعتنا كمان على القيمة النهائية وبالتوفيق انت هتروح معهم طبعا يا فاروق احنا هنتابع معك التغطية على قناة الأهلي يعني خطوة بخطوة زي ما احنا عارفين صحة كده لا بإذن الله أنا هوند إن شاء الله يكون أنا في المباراة بعض القادمة بإذن الله إن شاء الله ويعني تزفلنا زي ما بيقولوا الخبر ويكون أكيد فوز للأهلي شكرا لك يا فاروق